ممكن انت بتفكر في شخص يا اما انت والزوجين يا اما هي فقط كانت تربتك بيها برج الجدي عليك حميمية اذا بش نحاول ناخد كارت خامس لانه على ما يبدو ثم القصة اللي هي عندنا عندنا قصة عندنا قصة اوكي اوكي طيب برج الجدي انا شيفة كما قلنا عنك ممكن انت بتفكر في شخص وهو ايضا الشخص دي على فكرة بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنت متزوجين يعني في علاقة بزواجي اما الشخص دي كانت تربتك بيها علاقة قوية اللي هي قوية شنوه علاقة مثلا حميمية او ممكن العلاقة تكون عمطي فم انجي بجسدي كبير ممكن يكون الشخص دي على فكرة يا اما خانك خدعك او تهبك انت بالخيانة نجم يكون وانا تهبك انت انك خدعته مثلا ولكن القصة انا شيفة انه اكثر من الشخص دي انت بتشوفه انه هو خدعك انه هو تركك خليك مثلا واحدك بشيء موصيش به او مثلا مشيك في طريق اوكي وحتى الكروت هذوم عادة انا نرخذهم بنشوف شو هم حاجه اجدده بصفة عامة وشو العادفة فقط فاليوم يعني عاطفية حتى القراءة هذية هي قراءة عاطفية حتى القراءة المبدئية هذية عاطفية فكنو اخفت ممكن الشخص دي مشيك في طريق وصحب منك البساط مثلا تخليك وحدك في طريق اللي تكمل وحدك انا طريق هذية ما عادش يساعدني مش طريقي امشي لوحدك حاجه يعني حاجه من نوع هذية فما خيانه ولكن اللي انا شوفه انه انت ممكن تكونوا توأم للكثير منكم ممكن تكونوا توأم شو علاو الشخص دي مش فاهم يعني قصك توأم شو علاو مش فاهم يعني شو العلاقه بالفبط فهو الهارب وانت المطارد عامة انا ارشيف في عقد ممكن يعني للبعض منكم ياما تتزوجوا ياما هذية عقد عمل واتفاق على عمل لانه هذية مش تنخليها الكروت هذية عامة عموما في كثير منكم ممكن قريبا تزوجوا يا برج الجدي ان شاء الله بالتوصيل خلينا نبدأوا نشوفوا اولا انا حابا نجز ايضا نسكروت هذوما نشوفوا الطاقة طاقتك انتا وطاقة الشريك طاقة الحامل الوديع تقريبا ثم الشبه بين القائدين الطاقتين على فكرة وطاقة الشبه الكوتشينا هذية ما نجيوش نقراوها مع قوسة ما تجيكين بالطريقة هذية او بالوجه هذية طيب انا نشوف انه برج الجديد في الوقت الحاضر انت ممكن تكون موجود مع مجموعة اشخاص يعني انت مش هو الوحدك شايفتت يعني شخص مسالم محبوب بتحاول طاقتك فيها هدوء عموما او بصفة نعامة طاقتك فيها هدوء شايف انه انت ممكن تكون مش من عزل ولكن ثم يعني دائما اشخاص بيحاولوا انه هم يعني دخلوك معهم في العلاقة او خليوك معهم في العلاقة ولكن انت اللي ساحب نفسك او تفكر انك تسحب دائما نفسك الشريك انا حسنا هو ممكن يكون الشخص بي وحيد على فكرة وممكن يكون ايضا يعني حاسس انك فيه اوكي وانا شيف انه عامة عنده بعض يعني متألم او حزين كما شيء ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعا ولكن ممكن يكون طيب خلينا نبدأ برج الجديد ونشوفو بالطارط بفهول او الكاربس وطلع لك على فكرة برج الحمل حتى في الكوتشنالية وطلع لك برج الحمل وحيد قدمان وكاربس وكارب برج الاسد استرين القوة شيف فيه اشخاص او فيه شخص يفكر فيكم في الثاني هذي على اغلب انت بطريقة روحية اوكي تفكيرت الشخص هذي فيه روحانيات ممكن على فكرة العلاقة معلقة منتهية يعني انا شيف فيه غموض ممكن انت فم حاجات كثيرة انت متعرفيش على شخص هذي او فم واحد فيكم خايف عامة اوكي بالرغم انه فم حب وبالرغم انه فم طاقة جنسية عالية جدا 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 بينك وبينه الشخص هذي حتى الكروت الاولانية اني نزلنيهم فيها كارت الطاقة الجنسية الشخص هذي على فكرة بيحس نحيتك بالفعل بطاقة جسدية بيحس انه انت تعبك معه من هو بالفعل يعني كما انت او كما الكروت قانونا انه فم خيانة اوكي عموما الحب موجود وانت على ذكرة بتحب الشخص دي يعني بتحس انه هو صميت او توين فريم وبتحس انه هو الحب الحقيقي هذيك عليش انت بتفكر فيه بطريقة روحانية يعني الطريقة اللي انت بتفكر فيه بها الشخص دي روحانية اكثر وعلى فكرة الشخص دي ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط ممكن او انت بتحس طول الوقت انه ممكن يكون الشخص دي مش معاك مثلا مشغول بحاجات اخرى طول الوقت وكله احنا اوكي وانت حاسس انه هو مخطبي عليك حاجات وانه فم حاجات كثيرة مريبة انت مش فهمها وممكن كما قلنا تركك ومشي مثلا اختفى فجأة يعني شوفوا يا اما اختفى فجأة يا اما هو مثلا عش ما كما يقولوا بشي وما اوفيش به مثلا قالك يعني احنا بش نتزوج وانت بنيت احلام وبنيت امال معاها الشخص دي وفجأة انسحب مثلا من المعلاقة وفجأة يعني ترك الجمر بما حمل ورحم في انته القصة مفاجئ ممكن هو متعود على الطريقة هذيه انه هو بيجي فجأة وقلوا احنا بيختفي فجأة اوكي وانتم على فكرة انا مش شايفة انه انتم بتتكلموا مفيش ثقة بينكم عموما انت والشخص دي مثلا ماش تقريبا ثقة بينكم طيب اوكي طيب اه انتوا ممكن تكونوا علاقة حياة سابقة على فكرة طيب 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 نعم شوفوا هو بيشوف انه انت شخص حسيش جدا وعملت حاجات معاه يعني مواقف مثلا ما تشعرتش عليه من الاول قبلته كيف هو يعني المواقف اللي انت عملتها معاه مواقف شهانة تهمت القصة ويعني بيشوف انه انت لما بتحب بتحبه باخلاص شخص هذية شيفك بصورة جيدة على فكرة وممنون لك من نحلة اخرى شوفوا ممكن يكون هو شيفك عندك بعض الغموض ولكن هذية هو يعني متأكد انه هذية من طبعك انت الغموض اوكي وانت ايضا بتحس انه هو غامب والغموض هذية ممكن ظروف هو مش حابب انه مثلا يقرهيلك او مش حابب انه هو يدوشك بيها معاه مثلا تريته القصة فهو بيشوف انه انت شخص مضحي غيرت له مثلا حياته ساعدته يعني كثيرا انه هو يتغير الفكرة في التهيل هو في حد ذاته وساعدته على المستوى الروحي الكثيرا تهمتو فوجودك بصفة عامة في حياة الشخص دي خلته يفهم ممكن اشيء ممكن انت تكون مساعدته مديا ايضا البعض منكم مش الناس الكل ممكن تكون حسنت له ايضا نفسيته خليته شخص يعني ثابت يعني خذوها المساعدة باي طريقة يعني حسب قصتك انت فهو حاسس انك انت يعني نورت حياته كأنك يعني عرفته شفته يعني انت ماخذ طاقة القمر بالضبط فمشاعر تجاهد مشاعر يعني نقول احنا ثابتة ممكن هو انا شايف ان هو حابب يرتبط بيك لانه شايف انه انت الشخص مناسب ولكن على فكرة ممكن تكون ثم شيء اللي وقف بينك وبينه مش لا منك ولا منه ثم حاجة اخرى طيب اوكي شوفوا الشخص دي شيف انه انت وهو المفروض ترتبط ولكن مش بالطريقة التقليدية يعني انكم مثلا تقضوا مع بعض تبتكروا طريقة تكون مساعدة لظروفه ومساعدة لظروفك انت ممكن يكون متزوج للشخص دي لبعض منكم مش للجميع مثلا اه عليش لانه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيات وهو على فكرة متمسك بيك جدا وشيف انه انت ساعدته كثيرا في حياته وعلى فكرة هو سعيد جدا معك وفما ذكريات ومحتفظ بيها بينه بنفسه وسعيد جدا 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 بالعلاقة معك هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له لظام حياته قولوا احنا مثلا كان عنده عادة سيئة مثلا تدخين او يعني ايا كانت العادة السيئة هذية مش بالضرورة انت تعدين اعدد لكم فانت تقريبا اعطيته دفع انه هو يغير الشيء هذية اوكي او العادة السيئة هذية اذا كنت مثلا مساعدتهش مديا مثلا ساعدته نفسيا على المستوى الروشي ايا كان فكأنه مثلا الشخص هذية يعني سهل عليك امور كثيرة وساعدك كثيرة بصراحة اوكي طيب اسميني اديك بكروف اكثر ضغرس اوه اللعنة على فكرة وشايف انه إنت ممكن تكون متشقم متشاعم أوكي ساخد الامل في العلاقة او ممكن انت كنت بتحاسبه على كل موقف كان يصدر منه وممكن تكون واخر فكرة عن الحب من الطفولة ومصر انه انت تطبقها على قصتك مع الشخص هذيه بالذات. ممكن تكون حتى متأثر او يعني عن الحب وعن العلاقات بصفة عامة. فكأنك اخذت مثلا في اشخاص انت يعني تعرفهم مثلا في حياتك. مثلا والدك وعلقته بولدتك اصدقاء اقرب حتى جيرين مثلا. فانت تقريبا اخذتك قاتل الشيء اللي انت شفته وحسيت انه كل العلاقات يعني بالضرورة افهموا معي. كل العلاقات بالضرورة تكون بالطريقة هذيكة. يعني كأنك انت خبيت افكار مصدقة وكأنك عملت لها تنزيل. وهناه هي ذي هو الخطأ او هي ذي هي الحلقة المفقودة. فيعني بيشوف انه انت هندك فكرة ثابتة عن العلاقات. اوكي؟ فالواضح انه انت بالفعل يعني اخذت فكرة وحاطب تطبقها. الشخص هذي بيحبك جدا وشايف انه ممكن انت حطت قيود شوية. اوكي؟ ومتمسك ومشيتك متمسك بأخلاقيات معينة في حياتك. ولكن وممكن يكون حابة يقول لك أنه الزمن تغير. أنه مش بالمرورة على كل شيء فيما يخص تفكيرك أنت فقط. يعني مثلا أنت نقول وإحنا من نوايات الأشخاص مثلا هي بيتفرج كثيرا ومتأثر بالأفلام مثلا الدراما المصرية القديمة. فأنت بتشوف أنه مثلا الحب والمشيعة في الزمن هذيك كانت مختلفة تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر. والاحترام والعلاقة. فأنت تقريبا بازلت مغربة نقول وإحنا بتحاول أنك العلاقة اللي تريشها القصة في الحب اللي تريشها تكون بالطريقة هذيك. هذي مثال راوم تقول وليش أميرة وإحنا ليه وأنا عمليش نسكت التحليقات لأنه نلقى ناس مش فاهمة أصلا. أنا بعطي مثال. فطبق أنت لو مش النقطة هذي مش مناسبة ليك طبعا ومش أنت لا أنت بالعكس الشخص يعني. فخلاص يعني مش مشكلة هعديها. أوكي. فكأنه قولك يعني أحمل حساب إنه في ناس مختلفين عنك وإنه أنا مختلف عنك وإنه أنا بنحب أشياء. ممكن أنت لا تكونش تحبها يعني. احترم الاختلاف اللي بيننا. تمام؟ فالشخص هذي مش حابب إنه أنت. كيش نجم نقول هذي. أنت عندك فكرة عن الحب ممكن تكون سدية شوية. مثال قلت له أنت خين. أنت مش تتركني وتمشي. أنت مش حاسس معه بالأمير مثلا. فحابب فكرة أنك تربته معاك مثلا. فتحب يعني. يقولوا أحنا مثلا تحب أنت زوج رسلي. يعني علاقة رسلية. وفهمتك فيش حقد. وهو مش مستعد مثلا. وشيف تقريبا. إذا كان حبينا نقوله الكلمة وتطلع صحيحة. كأنك حابب أنت تحط شروط. أو تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هذية. يعني. هو بيشوفك بصورة ما. هندق الفكرة هذية. يعني. ممكن مش ضروري أنت بتحبه مثلا زوجك رسمي. ولكن هو شيفك بصورة هذية. شيفك شوي تقليدي ممكن يعني. بكل أمانة. تمام؟ ممكن يكون شيفك شوي تقليدي. ضي. مسان منطهرك على فكرة. حتى لو أنت مفاصلي. بيشوفك يعني حساس جدا 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 جدا. وأنت شخص تعمل فقط لكبالك. صعب السيطرة عليك. صعب السيطرة عليك. بيشوفك مختلف عنه كثيرا. كثيرا على فكرة. أنا مطلع ليش كارت الاختلاف الاجتماعي. ولكن عليش هو الشخص دايش يفينه وانت مختلف عنه. أشوفوا عموما أنا. أحب أن يخذ كارت من كروت أو كارتين من كروت ملائك الحب. ممكن يفسرنا شوية. أو يفسرنا العلاقة. كريحة بيساعدونا طبعا الملائكة الحق. ونفضل أحيب نيش فكرة جيدة. برج الجديد. عليك توب بشريك وبرج الجديد. عليك توب بشريك. عليك توب بشريك. عليك توب بشريك. عليك توب بشريك. شكرا